هذا وأكد سيد صالح القلاب المحلل سياسي من عمان أن تدخلات الإيرانية لا يمكن أن تنكر أو يدعي أي من كان أنها غير موجودة القلاب شار إلى أنه الأجدر بإيران الالتفات إلى الشعب الإيراني الذي يعاني من الفقر والعوز من جانب ومن القمع المستمر والإعدامات من جانب آخر أنا أعتقد كثير من المشاهدين في البحرين وفي المنطقة العربية هذا الأمر كله يؤكد على أنه البحرين مستهدفة من قبل إيران وحقيقة ما ضرورة للإثباتات والمشاهد ليس بحاجة أن نسألوا شو رأيك هل أنت طيب مو قبل كم من يوم علي خامنئي حكى بلسانه وقال بدنا ندخل بالبحرين وبسوريا وبالعراق وباليمن وقال عن الشعب البحريني أو عن الشيعة البحرينيين اللي هم بالأساس كلهم ليس معوا ولهم أتباعوا ولهم أذنهم هناك بعض الناس ضعاف القلوب اللي بإمكان استدراجهم اللعب بعقولهم هو حكى عن مستضعفين البحرين طيب ما هو أكثر من نصف الشعب الإيراني مستضعف ليش هو ما يقدم له المستضعفين عنده إمكانيات حتى يأكلوا خبز حتى يتعلموا حتى يطلعوا من السجون حتى يقدروا ماسوا حياتهم الطبيعية طيب المستضعفين بالبحرين بدهم علي خامنئي علي خامنئي دير باله على الشعب الإيراني دير باله على الناس اللي بالسجون والمعتقلات واللي روحوا بالإعدامات الألاف أعدموا زمن خلخالي وبعد خلخالي وعلى منذ الثورة الإيرانية سنة التسعة وسبعين القلاب كدى أيضا أن العداء والاستهداف الإيراني للبحرين معلن وواضح من خلال التغرير بعدد من الشباب البحريني لتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد وطنهم السيد صالح القلاب دعا إلى أن تكون هناك وقفة عربية جدية للتصدي للتدخلات الإيرانية كونها تحدي ليس للبحرين فقط بل للدول العربية بأكملها إيران مش مخفية استهدافة لمنطقة الخليج ولا للبحرين ولا للمنطقة العربية هذا أمور غير مخفية أمور معلنة وواضحة وهذولة اللي راحوا يروحوا يتنزهوا بإيران بإمكانهم يروحوا على دبي يتنزهوا بإمكانهم يروحوا حتى على لبنان على مصر على أي بلد عربي إذا بدهم يتنزهوا يروحوا يتنزهوا ما إحنا عارفين ينزهونهم هناك من معسكرات الحرس الثوري بيدربوهم وعبوهم ويغسلوا أدمغتهم أكثر ويخلوهم معادين لشعبهم والله يجوز واحد منهم يكون معادل أمه وأبوه ولا إخوانه وممكن يكلفوا واحد أنه ينسف أبوه ينسف أمه وينسف إخوانه طيب واحد يروح على شارع يضرب فيه هو عارف مين الماشي فيه ابن عمه أو قريبه أو كذا طيب لما بده يضرب محطة كهرباء هاي تملكها مين؟ تملكها الدولة البحرينية اللي هي ملك للشعب البحريني كله لما بدهم يضربوا جسر هذا الجسر اللي موجود له لكل الشعب البحريني طيب ليش هذا الموضوع؟ ولذلك هذا العداء والاستهداف معلن 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 يعني هو حتى ليس بحاجة أنه إحنا واضح واضح المطروب هو التصدي له وهذا الحكي ما بده الآن إحنا إنه واحد يضل الأبناءنا ويضل الأبناء البحرين بأنه يعني الناس المستضعفين والله ما مستضعف إلا الشعب الإيراني والله الشعب الإيراني ما فيه بالمنطقة شعب ممطهد مثله ولذلك هذه أمور واضحة ومعروفة وحقيقة المطلوب أيضا المطلوب أيضا هذا تحدي إيراني إيران دولة كبيرة وإمكانياتها ضخمة وهائلة وللأسف أصبحت العراق جزء من إيران وسوريا جزء من إيران واستخباراتهم تشتغل وسلاحهم يشتغل وأبواقهم الإعلامية تشتغل ولذلك أنا أعتقد هذا التحدي للبحرين وللدول العربية الأخرى المستهدفة هذا تحدي للعرب كلهم ولابد من وقفة عربية جدية أكثر من الكلام وأكثر من الشعر وأكثر من القتابات الصحبية يجب أن يكون هلك موقف مثل أو وقف قوات الجزيرة إلى جدية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة